اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان النهاردة في بداية حلقتنا في الاسبوع الحالي من برنامج الجدعان حابب اتكلم عن محصول الامح في مصر الاسبوع القادم هو البداية الحقيقية لزروة زراعة محصول الامح في مصر احنا بنزرع الامح مع التغيرات المناخية الجديدة من 15 نوفمبر حتى اول ديسمبر وحتى هذه اللحظة لم يتم الاعلان عن سعر الامح في مصر السنة اللي فاتت سعر الامح وصل ل 1500 جنيه للاردب الواحد وبالعفية غطى تكلفة الامح في مصر ما تنسوش حضراتكم ان مصر بتزرع الامح بالنظم الحديثة يعني باجهزة ري محوري عملاقة او بنظم الطنقيت وغيرها من نظم الري المتعددة مش بنزرع على مياه الامطار يعني مش طيارة بتطلع ترمي المحصول او ترمي بزرة المحصول والامطار تقوم بالباقي مش زي امريكا اللاتينية او بعض الدول الافريقية او شرق اوروبا اللي بزرعوا على مياه الامطار يدوبك يحطوا البزرة والمطر بيقوم بالباقي احنا اللي بعوضنا عن تكلفة نظم الرأي الحديث او الزراعة الحديثة اللي بنتبعها في زراعة الامح هي الانتاجية المرتفعة احنا عندنا اصناف هي الاعلى انتاجا في العالم ده مسجل في كل الاكاديميات البحسية مصر بتمتلك افضل سلالات الامح على الاطلاق وعندنا خبراء وعلماء ادروا يستنبطوا اصناف هامة جدا للعالم كله المعروف ان تسعير الامح في مصر بيتم من خلال لجنة عليا لتسعير المحاصيل الاستراتيجية برئاسة الدكتور مصامة بولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء التموين والزراعة والمالية كل ده عشان نحدد اسعار يفترض انها في البداية مجزية لمزارع الامح وايضا تغطي تكلفة الانتاج كل ده عشان نوقف استراد الاقماح من الخارج احنا بنستورد الامح بحوالي 60 مليار جنيه حضرتكم متخيلين 60 مليار جنيه لاستراد الاقماح من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلي احنا حجم احتياجات السوق المحلي من الاقماح بيصل الى 18 مليون طن كل اللي بننتجه من هذه الكميات يتراوح ما بين 9 الى 10 ملايين طن بننتجها من الاراضي المصرية والسنة دي عندنا خطة للوصول بالمساحات المزروعة الى 4 ملايين فدان عشان نوفر 60 مليار جنيه بنستورد بيها اقماح من الخارج اكيد احنا اولى بيها سواء في الصحة او التعليم او غيرها من الخدمات الاساسية اللي بيحتاجها المواطن المصري احنا محتاجين محصول الامح رغم اهمية بنجر السكر لتوفير السكر وايضا البرسيم لتوفير اللحمة واللبن مفيش محصول مش مهم ولكن احتياجنا اكبر لمحصول الامح مطلوب سرعة اعلان سعر الامح في مصر مع مراعاة زيادة اسعار كل مدخلات الانتاج بقت تقريبا الضعف كمان التضخم وصل لـ 30% هم خبراء الاقتصاد قالوا كده وبالتالي لازم مراعاة ان يكون السعر فيها مش ربح مجزي للمزارع عشان يتوسع في زراعة الامح ما يبقاش محددين خطة لزراعة 4 ملايين فدان ووفرنا ما يقرب من 250 الف طن من التقاوي العالية الانتاجية وفي النهاية الامر ينتهي الى زراعة 2.5 او 3 مليون فدان طبعا ده شيء لا نتمناه على الاطلاق عايزي نصل الى 4 ملايين فدان وهذا الامر يتوقف على سعر الامح في موسم 2023-2024 خليكم معنا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعي